شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حاملات أمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب والأكشاك والمتنزهات والشواطئ وذلك لضبط مرويج المواد المخدرة ممن يستغلون التجمعات لترويج سمومهم القاتلة وتمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولات ترويج المواد المخدرة خلال أيام العيد وهو ما أدى إلى حجب المواد المخدرة ومنعها من الوصول إلى تلك التجمعات حماية للشباب حيث تم الضبط العديد من القضايا يستغل تجار ومروج المواد المخدرة الأعياد والمناسبات لترويج سمومهم القاتلة بين تجمعات الشباب بخاصة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمتنزهات والأكشاك من هنا استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة هؤلاء قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططات الترويج حيث شنت حملات أمنية بمحيط تلك الأماكن نجحت خلالها في ضبط 3190 قاضية إدجار وترويج مواد مخدرة ب3462 متهما كما تمكنت من ضبط ما يقارب نصف طن من مخدر البانغو ونحو 268 كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من 60 كيلو جرام من مخدر الهروين وقرابة 40 كيلو جرام من مخدر الاستروكس ونحو 7 كيلو جرامات من مخدرات الآيس والفودو والأفيون كما نجحت الإدارة خلال تلك الحملات في ضبط أكثر من 30 ألف قرص مخدر لعقار الترامدول وأكثر من 4000 قرص لعقار الكبتاجون إضافة إلى أكثر من 200 ألف قرص وأنبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب34 مليون جنيه وبالتزامن مع تلك الحملات وما حققته من نتائج إيجابية ونجحات تتواصل ضربات الإدارة الموجهة ضد العناصر الإجرامية الضالعة في جلب وتهريب والإتجار بالمواد المخدرة قبل أن يتمكنوا من طرح سمومهم القاتلة خلال فترة العيد وتمكنت من ضبط قرابة 181 ألف قرص مخدر متنوع بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة قامت الإدارة باستهدافهما بعد تأكيد التحريات وخصصهما في الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بسلاثة ملايين جنيه كما استهدفت تشكيلاً عصابياً تخصصة في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة بخاصة الهيروين وإعادة تدويره وخلطه لمضاعفة كمياته ونجحت في ضبط عناصر التشكيل وبحوزاتهم خمسة كيلو جرامات من مخدر الهيروين تقدر قيمتها المالية بمليوني جنيه وكذا تم ضبط مبلغ مالي وسيارة وتمكنت الإدارة من ضبط سلاثمائة وسبعين طربة لمخدر الحشيش بحوزة خمسة من العناصر الإجرامية بالغربية والبحيرة والإسكندرية اعترفوا بحيازة تلك الكمية بقصد الإتجار وتقدر قيمتها المالية بمليونين وستمائة وتسعين ألف جنيه تلك النجاحات تؤكد على مدى قوة ويقظت أجهزة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ودقة التنصيق فيما بينها وهو ما ينعكس على حماية الشباب والمجتمع من المخدرات وأخطارها وأثارها السلبية عبدالله بركات التلفزيون المصري